اشتركوا في القناة 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 لديه ريالي بيقاني مبارسة أينها إليه سيكون مموعة أينها وعنية سيكون مموعة أينها في أبادابي لن أتحدث الأفضل سوى المسرين ستعلمين على مرحلة كما تحدثت عن الشخص كما تحدث عنه صعبت أليه شخص مموعة أينها دونسو كيم من كريا هم حتى يا سيدي هذه السملة لديه حدث فيها الهاتف وهو أعجب الضغط على نهاية وستعود إلى الشيطات كل مدن من هذه الاشتراك في هذه المحلة سواء على التحرك بزنان ولكن اليسر آمه لنستمر الضغط في فى مدني لنستمر من الترجم لقمه كما سوف اشتريك على طفلاوذي التوشمسي أعجب الأطبعى كما重要 هي التعเชيزات الأشخاص في النهاية المتطربة للمساطقين والمتطربة المتطربة الشديدة؟ 治قين والمتطربة المتطربة لم يجبونها أمان بجوار τους العنوان في صدق كي كنت تشغلهم أمانا جدوما تحول كينتقلها لذلك يجب أن نسطلت الأشخاص المتطربة الصدقات المتطربة المتطربة مهارات تکث به في النهاية التي تسأل المتطربة بالمتطربة إذا The horse jumps quick they have got to make all and the trainer might say sit behind and come late you have got to make that decision And that's why the Jockey can make all the difference These are young Jockeys They've got to prove themselves today they are not the Ryan Moores or the Frankie De Torre but one day they could be We were together in Paris we announced in the press conference eze presupocal predicting bed enough of the European horse racing it will be an incredible day in Abu Dhabi there is two or three series in different races and then the whole European horse world will meet there إذاً مشاهدين الكرام كما تحدث محلقة نوات ابو ظبي الرياضية داريك تومسون طبعا ننول مشاهدين الكرام المتواجدين هنا لبطولة العالم نسمو الشيخ فاطمة بن مبارك الفرسان المتدربين في الجولة الثالثة الجولة ما قبل الاخيرة قبل الالتقاء في عصبة العالم الخيول العربية رصيلة ابو ظبي في الجولة الختامية طبعا الان الجولة الثالثة الجولة الرابعة سوف تكون مشاهدين الكرام في دوندق نتحدث عن جولة الثالثة هنا في مضمار تاربس العشبي لمسافة 1500 متر 11 مشاركة طبعا متواجدة فارس المعروف الاماراتي احمد سبوثي كل التوفيق طبعا له في هذه السباقات اول مشاركة قامت لها على ظهر منال حصى المركز الثاني في نيو كاسل وثاني فوز اول من ثاني مشاركة فاز احمد سبوثي بالسباغ على ظهر الصداقة في برايتن وحالي قادم من نيويورك مشاهدين الكرام وايضا احتلاء المركز الثالثة على ظهر عصان ايديكيد كل التوفيق له في هذا السباق في الجولة الثالثة من بطولة العالم لسموه الشيخة فاطمة بن مبارك للاسيدة تحدث دلياك تومسون أيضا أن حضوظ جيني كبيرة في الفوز لأن جيني تمتلك أحد الخيول المرشعة لألفوز بالسباق وأيضا تحدث عن قوة دلياك تومسون عن قوة خيول خيل المملوكة لسموه الشيخ مانصور بن زايد أنها ثنايا بأنها قد تحقق الفوز لأحد الخيول المرشعة وبقوة جدا وقال أنه يرشح هذا الحصان لألفوز بالسباق طبعا مشاهدين الكرام تواجد كبير تواجدنا بخلف الان لارة صوايا وايضا مثلوك كثيرين لمرجان سمو الشيخ منصور ضيوف مرجان سمو الشيخ منصور متواجدين هنا طبعا الدقائق الاخيرة قبل الانطلاق للخيول الى البوابات 11 مشاركة كل توفيق للخيول المشاركة وكل توفيق للفارس الاماراتي احمد السبوسي في هذا السباق مشاهدين الكرام بعد الفاصل لقاكم سوفيه ذجدد مع دراك تومسا والتعليق على بطولة العالم السبو الشيخ فاطمة بن مبارك للفرسان المتدربين بعد الفاصل لقاكم مع دراك تومسا ثم في treen وقت تلك الوكيد الوكيد من خول جدد من خلايك وترجم الى البواد المجاشر درن من خلبي الواد المخموم المتدربين كنال لذلك يؤسس له الأمور الشيخ منصور مقرر اخبام بشتى النار بيби شنا here they are coming up onto the track the first one to come out in the black cap is number six هذا هو هيدا الكالدية ربما اون واشهر من الائران وهذا ربما يرد 39 ينظر وهو 19 عامة وهو من غلوة من الوصف الائران لا يوجد ربي واشهر أو تد واشهر ولكنه هو سبب سبب جوكي وهو هنا وهو سبب 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 تقريبا المترجمات للحويلة وهو الكثير مستقبل من الصعب تأتي وقتها من الألوات من الألوات إذا كنت لكثير من الألوات كل الألوات تمامًا هناك أصل الفيحة أينمادان المنزل من الألوات وهو كان هناك كي تابع جميل بحضورة مرحلة جميل بحضورة من اسمية المرحلة بحضورة مرحلة في السرطة لحضورة كبيرة ترقم بحضورة تماماً سنوات جميل بحضورة هناك قبل أحضور التالي جميلة الأفرارة الماتجنس المترجم بحضورة هم سنقل قابلة هذه هذه العلوية الجميع ومن المعرومات المقابلة في تراجع في مقابلة في المقابلة نحن في قناة لقناة نظر بالتعامل الزياني هذا المكتبته بردن مكتبرا سيتيت سيتيت من غري سيتيت حسيني محالات في مقابلة عادة ثلاثة عملي لديها لا يبدو كثير من الأشخاص هناك أشخاص في مجرد فلسفر دعوير المحيناة الشيكو فاتمة بيت مبارك أردقى كاللقاء الغربة تسليموا بيهم في رجل المحيناة مجرد تسليموا بيهم جميل مبارك المحيناة تردت خارج الغرية نهاية أنه على جدك مره من جديic جديد من الجميل من اسم من الجنة سالسيد العام إلى الآخرين في مره التغريم وفي الآخر من جديد سيده في الحزن قد يجب أن يتอยبقى بقانال كارlديا سوى الطفل المترجمات برايلي من المنزل من ملتجين من العالم. هناك الشباب السيارة في جيدة الدولة في الصغير وهذا يسرى محمد سيارة المحمد ربما يمتلك الأشخاب الرائع هذه الوزنة المنزل من السيارة التي ترجمها في المنزل السيارة في القرية في التراث والمعلمات المترجمات هي التراث في التراث أن يكون سيتم الثلاثة الثلاثة الترونية عامل في القاملة في الأنظام التومية هذه المترجمات هي عملية بشكل موضوع وكلما أعتقد أنها ستأكد مع دباوي هناك كنت أعتقد أنها التعديد حدينة عدى أحمد السببوسي أحرمت بشكل منه وشكل أكبر ولكنت بشكل شيء بشكل فيه بعد كرة في دبي المقامل من الدوريين الرجل والمقامل في الدوريين أعتقد أنه يتم من هذا كبير الدوريين واحدة ترسى المقرائي مني يجب أن يكون خرج السيدة وأنت تнет كسر اغلب كبار في جميع الاسترادة في صحيح قرارة في الزراء وعندما صغيره في صحيح سواء رائع يطلب المقرار في الروض يستمر فيه يستمر حالي عن الحصيات لا توجد حالي فهماهي سوف يكون جديد فهذا هو 24 يعمل أما هو جديد مجرد من الجديد deputy here is the white cap the sheepskin noseband of the ten horse sonia that's the one who is a full sister to rabata carry a winner of the Ikehela classic so we got some lovely horses running in this and I must say they do do look well that is number eight Rodana Akhmed Al Saboushi he can he do it here and bring the prize Akhmed of course has already has the local boy qualified for Abu Dhabi for the apprentice world championship where he'll be representing the United Arab Emirates. So the sun is shining. It must be nearly 30 degrees now here. And the last one's just being led forward. The trip is 1500 meters, seven and a half fellings, just under a mile. We're just about ready. Stand by for the Sheikha Fatima, Bint Mubarak, Apprentice World Championship, round three. We'll look as if we're ready. Stand by. Last starting stall handler gets out of the way. And they're off. And here we go. And towards the outside, Ahmed El-Sabusi got a decent enough start. The one who struggled at the start was the one we thought, Valette Lagrimuda. Jenny Powell takes them along on Syriana. Yeah, the backmark early on is the one who missed the kick. And that was Videnta Garimuda. And that's going to have to kick on a bit if it's going to take a hand in the finish. Jenny Powell on Syriana, number one, is the leader for Great Britain as they go down towards the bend at the far end of the back straight. In second place is the four-horse. And Oda Manchinis, Jamie Galibert for Spain. Then behind this, in the green cap, we've got the seven-horse, Mahanid. Barbara Cervantes on that. Towards the outside of that, we've got Birken Al-Khaledia. That's in there. Being ridden along already. And the black cap is Bayan Al-Khaledia. Ewan Walsh on the inside. He's got a bit of ground to make up. So here they come back towards us, into the home straight. And it's Jenny Powell for Great Britain on Syriana. Up on the outside, in second place, is Amor Majanen. Then behind these, in third place, in the green cap, that is the seven-horse, Adjes Mananid. Written by Barbara Cervantes. That's the one, two, three. It's difficult to see if any of the others are going to play. And in the finish here, Jenny Powell has the lead on Syriana. Making a move on the white outside. Here comes Ahmed Al-Sabusi, but he's got a bit of ground to make up. Here they come down inside the final furlong. And the leader now is Amor Majanis, who has the lead. But Jenny Powell's right there on Syriana. Syriana has the lead. Coming from a long way back up on the outside, in the white cap. Here comes Ahmed Al-Sabusi, with the white cap. And it could be the United Arab Emirates have a winner here. Ahmed Al-Sabusi, in the white cap, is coming home here, on the eight-horse, Rudeca. Can he get there? He's going to do it. Coming towards the line, Jenny Powell comes again. He's done it! He has done it! In the white cap, full marks to him. Ahmed Al-Sabusi, the 24-year-old, has done it. Absolutely superb. What a ride he's given this. This guy is seriously good. And he is going to take some beating if he gets a good horse. In the final, in Abu Dhabi, in November. Jenny Powell has run a great race in second on Syriana. It's close for third. I'm waiting on the judge for that. Possibly number six, Hedah Al-Khaladia, with Owen Walsh, who's done well. But no doubt about this winner. It is AGS Renner, representing Al-Shakab racing. Ahmed Al-Sabusi. Where has he come from? He's given this a great ride. Here's the replay. There he is, up on the outside, the horse with the cheek pieces. And he's given this a superb ride. Look at him. Here he comes through now. This guy, I saw him in Dubai last winter when he was riding. And I thought this guy is one of the top apprentices I've seen for a long time. Could this guy be the new Frankie de Toury? He's now coming up to Jenny Powell on the left. And Jenny is absolutely top class. And she wasn't stopping. But what a performance, this. Ahmed Al-Sabusi. What a day. The United, I remember, it's a first here in Taubes in France. And this guy, look, the horse just tighten up a little bit. And Jenny just come back to the coast home. But Ahmed was in control. This is a great horseman, this guy. Make no mistake. Absolutely superb. And he's ridden this horse. He's by the great Dahess, Jean-Francois Bernard. Had five in the race. He doesn't look very happy. But I tell you what, he will be. We had a good chat last night when we flew over on the plane. And he was so looking forward to this. This is the man who won the World Cup Endurance over four years ago. He was riding since he was five years of age. And he's a great friend of the Maktoum family in Dubai. He rides across the desert. Normally competes in 100-mile races. But he's done the business here. over seven and a half furlongs. And what a result. I hope you're watching in the United Arab Emirates. Because your boy has won here in France. Absolutely superb. It doesn't get much better than this. So he comes back. The colors of Al-Shakab racing, I was telling you. The great Trev carries these colors. The colors from Qatar. So well done. The people in Qatar watching tonight. Superb. The local time here, by the way. Well, I say tonight. It's 10 to 1 in the afternoon here. Just coming up to 1 o'clock. in the afternoon. Lunchtime here in France. But this is superb. And well done to Lara Sawaya for organizing this apprentice series. There she is. Lara Sawaya. She'll now be texting and telling everybody around the world. There's Massoud, who will be talking to the winner very soon. It's a lovely course, this. It's a very small country track. But I've just bumped into two of the top trainers in France. Jean-Claude Rougie is here today. I talked to him today. Jean-Francois Banin. Top jockeys are here as well. It's very much a laid-back atmosphere. Everybody in their shirt sleeves. And with the temperature nudging 30 degrees, that is understandable. But the man who's hot is this man. Ahmed Al-Sabusi. Al-Shakabs Racing. Number 8. AJS Rudina has done the business and done it very, very nicely indeed. She is a lovely sort. There is Lara, who does so much to promote for Sheikh Mansour and Sheikh Afanima. So the horse is coming back. Look, she's happy. Everyone is happy. This is a great result. Let's go down and join Masoud, who should be in the winner's enclosure. Masoud, over to you. Masoud, over to you. Masoud, over to you. It's a really good location. It's a really good location. Masoud, over to you. Be at the center of the medal. You hit the middle of the medal and you will be in the middle of the building. Ask him for that. Ah yeah. Don't join me in the hole. Please come here. I need you. I have a camera. ترجمة نانسي قنقر 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 نحنقر نحنقر نانسي قنقر نحنقر 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 نحنقر